على إيقاع النشيد العربي السوري تم افتتاح المعرض الفني للفنان الدكتور عيسى يعقوب حول أبرز المراحل النضالية والمحطات المفصلية من المسيرة البطولية الوطنية للقائد المؤسس حافظ الأسد بحضور ممثل وزير الدفاع اللواء علي خضرة نائب مدير الإدارة السياسية وعددا من الوجوه الرسمية داخل أبرز الصروح الحضارية وسط دمشق محطات وذاكرة نبضت بمكتبة الأسد لتوثق عبر ريشة فنان المقاومة معرضا يحمل الكثير من الرسائل والقيام رعاه وزير الدفاع العماد فهد جاسم لفريج المعرض ضم لوحات جسدت محطات خالدة في ذاكرات ووجدان كل سوريا مناضل ومؤمن بالأرض والهوية ما شاهدناه اليوم في هذا المعرض يعبر عن الدور التاريخي للقائد المؤسس حافظ الأسد منذ قيامه بالحركة التصريحية المباركة وبإنجازاتها المتعددة وكان في مقدمتها حرب تشرين التحريرية التي أعادت للعرب عزتهم وكرامتهم وكما هو معروف فالقائد المؤسس حافظ الأسد هو الذي أعد وخطط وقاد حرب تشرين التحريرية وبالتالي حطمت هذه الحرب ما يسمى بأسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر ما بين تشرين التصحيح بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وانتصارات الجيش العربي السوري اليوم محطات بطولية وثقتها اللوحات الفنية أنا مواكب الرئيس الراحل الله يرحمه من السبعينات طبعا أخذت من أفكاره من تجسيده من التصحيح اللي عمله وكبته فكريا وروحيا ورسمته من خلال مراحله النضالية ليجسدت علاقاته مع كل القوى التحرر مسير نضال وصمود هي لليوم عنوين لاستمرار الحياة على أرض سوريا أرض المقاومة والنضال بمبادئ رسخها القائد المؤسس حافظ الأسد وصانها حماد الديار